موسيقى مشاهدين اهلا بكم وجه رئيس الحكومة عزيز خنوش مذكرة تأطيرية الى القطاعات الوزارية تحدد اولويات مشروع قانون المالية وتوجهاته الرئيسية مشروع قانون المالية للسنة المالية الفين وثلاثة وعشرين ينص على مجموعة من الاجراءات التي تهدف بشكل خاص لانعاش الاقتصاد الوطني ومواصلة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي شرعت فيها المملكة للحديث عن هذا الموضوع يحضر معنا في ضيف الصباح المحلل الاقتصادية لأستاذ ادريس العيساوي أستاذ مرحبا بك سعادة دائما باستقبالك معنا إذن ما هو الثابت والمتغير في قانون المالية لسنة الفين وفي مشروع قانون المالية لسنة الفين وثلاثة وعشرين ما نحن بصدده هي مذكرة أطيرية للوزراء وكل عاملين في الحكومة من أجل وضع الليبنات الأولى لمشروع الفين وثلاثة وعشرين هناك كما ذكرتم في التقرير مجموعة من توجيهات الكبرى يقول إذا يقول مذكرة ضرورة الاستمرار في نهج يعني نهج مصار الإصلاحات التي بدت أهل الحكومة إلى آخره ولكن أهم شيء أعتقد يجب أن نؤكد عليه هي أن الدولة تريد أن تستمر في مجهوداتها الخاصة بالاستثمار وهذا مسألة مهمة جدا أن الدولة لا تعتقد لا تقول بأنه هاد السنة المقبلة ستكون سنة جفافة بالتالي نحن لا نقوم بأي شيء لا هناك أولويات سيتم إعطاؤها وأهم شيء أعتقد موجود في هذا القانون في هذا المشروع القانون المالية هي الدخول بشكل عملي في مسلسل توسيع أو نشر تغطية اجتماعية لأكبر عدد ممكن من المواطنات والمواطنين وهذه مسألة ليست بسهلة وكي بطبيعة الحال مسألة أخرى هي توسيع نطاق تنفيذ الشي يسموها التعويضات الاجتماعية وخصوصا التغطية الصحية التغطية الصحية الإجبارية الإجبارية للمواطنين كافة طيب أستاذة هل مشروع قانون المالية السنة 2023 سيضمن الاستمرار في التوجه الاجتماعي بنسبة للحكومة؟ هذه الرغبة لأن كما تعلمون فالسياسات العمومية هي أول وقبل كل شيء إرادة فالإرادة هنا موجودة والإصلاحات في هذا الاتجاه بدأت منذ مدة بالنسبة للدولة المغربية أي أن الدولة أخذت على عاتقها أن تصلح هذا المجال وتعطيها بطبيعة الحال للقطاعات الاجتماعية ما يجب من إصلاحات حتى تكون في المستوى فلنأخذ مثال الدولة في مرحلة الأزمة الاقتصادية التي مرت منها كوفيد-19 الدولة صرفت تعويضات للمستخدمين هذه مسألة ليست سهلة هذا ميزانية التي تم صرفها وأعطيت لحتى وواكبت قطاعات مثلا كقطاعات السياحة في ظل الأزمة العالمية صعبة لا قطاع السياحة كان قطاعا من كوبا قطاع النقل كان قطاعا من كوبا قطاعات أخرى كلها حاولت الدولة أن تبقى بجانبها وعلى الأقل تعوضها في بعض القضايا التي ليست بالإمكان أن تتحملها الشركات والمؤسسات والوزارات المسؤولة على هذه القطاعات طيب هل البنية المالية والاقتصادية الحالية مستعدة لاستيعاب الإصلاحات الكبرى في المجال الاجتماعي نتحدث عن القطاع الاجتماعي بالطبع نتحدث عن التالوت الرئيسي لقطاعات الصحة تعليم وأيضا تشغيل فعلا هو النظام النظام المالي المالية العمومية في الدولة المغربية مبني على هذا الأساس على أننا نعطي الحكومة الحالية أو الحكومة السابقة تعلم بأنه التحويل للقطاعات الاجتماعية يشكل أكثر من 50% من الميزانية العمومية للدولة فبالتالي أعتقد بأنه هذا التحويل سيكون مضموناً من خلال رساميل تم رصدها لهذا الغرض هذا الأساسي لأنه لا نمول من الفراغ نمول من خلال مجموعة من الرساميل والصناديق التي تم رصدها من أجل القيام بهذه المسائل وهذا كان واضحاً بالنسبة لهذه القطاعات بالنسبة للمغرب حيث تم الإعلان عن ذلك قبل أن نكون بهذا الصدد هل يمكن من الآن تحديد الفرضيات الاقتصادية التي يمكن أن ينبني عليها مشروع المالية مشروع قانون المالية لسنة 2023 بالتابعة الحال القطاع الفلاحي القطاعات الصناعية فعلاً لأنه الموازنة بشكل عام لحد الآن اليوم بالمعلومات الموجودة الآن نعرف بأن تقريباً القطاع الزراعي تخلف بالنسبة لسنة السنة الفارطة تقريباً 67% هذا رقم تتسوقع رقم تقريباً 80 مليون قطاع فإذا به فقط 34 مليون قطاع فهذا يعني بأنه نسبة نسبة الجفاف ستكون مرتفعة أكثر ولكن علينا أن نذكر بشيء ضروري يعني الاقتصاد المغربي والمغرب بصفة عامة ليس بتلك الدولة التي هي معروفة بوفرة مياهها بل على العكس من ذلك المغرب هو دولة جافة ولها فترات مهمة ومتتالية للجفاف تأتي من هنا وهناك فالتالي كان ضرورياً على أن نأخذ بعين الاعتبار هذه اللحظة الجفاف المغرب في السنة المقبلة سيعرف موسماً زراعياً سيئاً سراحةً سيكون سيئ لماذا؟ لأن أولاً نتائج هذه الموسم التي فات زد عليها أنه كان شح في التساقطات المطارية والتي ستؤدي إلى وضعيات صعبة جداً لكن أعتقد أن المغرب استطاع أن يتعامل مع هذه الوضعية بكثير من الحضر من الحيطة والحضر وهو الآن مستعد للمضيع المغرب باشر تنويع الاقتصاد بحيث لم يعد يعتمد تماماً بشكل كبير على القطاع الفلاحي لم يعد القطاع الفلاحي يشكل رقماً كبيراً في النتيج الداخلي الخام رغم مركزيته الحالية كيمتل تقريباً قل من 20% 14% تقريباً 15% من نتيج الداخلي الخام ولكن هو الأسس لا الملاحظة التي درسيها ملاحظة في محلها لأن دول الاقتصاد المغربي الآن تم تنويعه عندنا صناعات صناعات طائرات صناعات صيارات صناعات صيارات لأن ولا المغرب فيها متقدم جداً خلال الاستثمارات الخاصة المباشرة التي تعتمي من خارج عندنا شركات معروفة نتكلم عن رابع يعني منتيج لسيارات في العالم والتي تصدر للخارج لنافس الصين والهند لا ولكن هي المهم في هذه أن المغرب يصنع ويصدر سيارات تصنع هنا في المغرب بمواصفات أوروبية دولية هذا ماذا يعني يعني كذلك على أنه اليد العاملة تدخل احتهي كذلك في الحسبان تدخل احتهي كذلك في هذا الإطار في هذا تجند الجديد الذي يعيشه المغرب واليوم من أهم القطاعات التي عرفت انتعاشا جيدا هناك هذه القطاعات عندك صناعة عندك سيارات عندك تكنولوجيا الحديثة عندك الأدوية كلها صناعات جديدة لكنها استطاعت أن تحقق تقدما واستقرارا في نسبة نموها ولكن ليزال هناك عمل كبير يجب القيام به لكي لا يبقى المغرب تحت رحمة كما قلتم للتساقطات المطارية السنوية لا هذا كلام موجود لكن الإشكالية هي أن الاقتصاد المغربي والزراعة على الأقل لأنها المؤشر الضروري والأساسي لمسألة للتوازن الغدائي الوطني لما نتحدث عن الزراعة في المغرب نتحدث عن محصول الزراعي ثلاثة الأنواع الحبوب اللي هو القمح الطاري والقمح الصلب والشعير شعير لأكل الحيوانات والأخرى مخصصة لكن هذه السنة إشكالية المغرب ستكون مضاعفة لأن هناك أزمة دولية من الدول التي كانت تصدره تقريبا 40% على المستوى العالمي من هذه المواد أوكرانيا الآن لا يمكنها أن تصدر أو حتى إن صدرت باتفاقيات مرعية فيها رعاية دولية فلن تكون للمغرب حضه الوافير في هذه المسألة والتالي عليها أن يتعامل معها بالكثير من الحضر هذا من جانب من جانب آخر هناك قطاع الطاقة يعني هناك تقلب كبير في السوق الدولية فيما يتعلق بالنفط هل هذا ممكن أن يؤثر أيضا على يعني التوازنات المكرو اقتصادية بالنسبة لقانون مع الأسر بالطبع لأن الإشكال نرى ذلك يوميا فأتمنت المواد البترولية في المحطات أصبحت صعبة المنال إن 8 اللتر في المحطة أصبح صعبا جدا الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات أعتقد بأنها ستستطيع أن تخرج بالاقتصاد المغربي إلى شط النجاة إذا ما تمت تحكم في هذه المسائل فبالنسبة للبترول ستكون هناك بعض الصعوبات لكن ليست بمستحيلة المنال يعني باستحضار كل هذه الإكرهات أيضا في المذكرة أطيرية لمشروع قانون مالي 2023 قالت الحكومة إنها ستحرص على تقليص العجز عزل الميزانية بينما كذلك سريد الوفاء بتعهداتها الاجتماعية كيف يمكن الحكومة تحقيق هذا التوازن الصعب لا الوفاء بالتعهدات لا يمكن لأي دولة إلا أن تقوم بها وهذا يعني أنه سيكون مجهود خاص كما قلت قبل ذلك فالمغرب له صناديق خاصة بهذه العمليات سيوفر كل الأموال من أجل تحقيق هذه الأهداف سيقوم بها يعني من دون شك الآن كيف ستكون الأوضاع كيف سيكون الاقتصاد المغربي في ظل هذه المعطيات الضاغطة هذا سؤال سيبقى متروحا على الجميع لكل حال ولكن المغرب أعتقد أظهر قدرته على أن يتخطى هذه الصعوبة هذه الأزمة نتمنى أن تكون سنة 2023 سنة الانتعاش الاقتصادي من الاقتصاد الوطني على الأقل من المرتقب أنه نسبة النمو أن تتحسن نسبة التضخم أن تنخف لا لموجود أنه سيكون استقرار هذا هو المهم بالنسبة التي يريد أن ندره دراسة ديال الضرفية الاقتصادية ف23 و23 و24 المفروض أنها تكون سنوات ديال الاستقرار وديال على الأقل خمود بعض المواطن التحرك اللي موجودة لكن المغرب أعتقد سيخرج لأنه لماذا؟ المغرب سيدخل إلى نظام تنموي جديد تم تفكيره فيه مطولا هذا النموذج تم تفكير وهو مهم جدا بالنسبة للاقتصاد المغربي لأنه سيطرح خيارات مهمة وجديدة في أفق 2030 بالفعل أستاذ دريس ليسا وأشكركم على الحضور معنا في ضيف الصباح شكرا أما أنتم مشاهدين فأشكركم على حسن المتابعة دمتم في رعاية الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة